يقول لي يا ياسر كرة اليد في النادي الاهلي تحولت من النادي الاهلي كان اه بينافس ممكن يطلع تاني او ممكن ياخدوا البطولة ده في الدرجة الاولى بقى ومرة واحدة لان النادي الاهلي حصل تحول غير عادي في كرة اليد المصرية والافريقية ووصدنا العالمية اين حصل؟ هل نظام ولا مدرب صح ولا لعيبة ملتازمة؟ حاجات كتيرة كده برضو عايزين نعرفها هو النجاح بيجمع مجموعة عوامل طبعاً هي منظومة منظومة كويسة منظورة ادارية وفنية ومجموعة لعيبة على مستوى عالي اعتقد لما تجمع كل العناصر ديت لازم يبقى فينا جاعة نعم فهو الكلام ده حصل في سنة بداية من تسعين تسعين سنة تسعين عمل بقى زي خطة معانا مجموعة لعيبة على مستوى عالي معانا مدرب على مستوى عالي كان تيدمان ساعتها أما جي ألمانيا ألمانيا وكانت ألمانيا الشرقية هو كان تلت عالم ألا ألمانيا الشرقية كانت معروفة بكل الأمعاب أه في الفترة دي فأما جي تيدمان احنا كنا بصراحة في فترة التامينات كنا بنطلع لإعداد بره بلعب فرق أندية ومعظمها بغيرت الشرطات تاني يوم وهي هي نفس الفرق بس بغيرت الشرطات وبتاعه نيجي اللا بلعب فكنا دا دا كان الاحتكاك بتاعنا لما جي تيدمان لأ هنا بلعب منتخب ألمانيا الغربية منتخب ألمانيا الشرقية يعني هو كان اسم كبير في ألمانيا الشرقية وأسامي كبيرة لعيبة يعني مثلا إرهارد باندليش دا كنا مشوف تلفزيون بس حاجة ما شاء الله 2 متر قويه فتخال حدك لما بتدفع عليه وبتلعب معاه في الملعب تطلع مع الفرق دي فرق أربعة فرق خمسة يعني الأول طبعا كنا بناخد يعني نطلع بماتش عشرين عشرة في شط لانين وعشرة في شط تاني فقدنا على كده فترة وبعدين ابتدينا بقى إيه؟ الجاب يقل نعم ابتدى السقة تزيد عند اللعيبة احتكاك بقى عن نفس اللعيبة اللي بشوفها في التلفزيون لأ أنا بلعب معاه بلعب بقى فبدأت عندنا بقى فيه خط السيقة خلاص المانيا الشرقية المجومة عندنا في مصر لهم ثالث عالم احنا كسبناهم ينعود تدورة ودية برنا ما سنت كان؟ ده كان في بداية التسعينات يعني 92-91 في الفترة دي هو ستدمن ما عادش معنا يعني حد 3-90 تعريبا أنه يعني 2-90-3-90 ومش هل المدرب عليه المدير الفني اللي هو تولى المسؤولية يعني عامل كبير أول من تغيير المناخ في تعقورة اليد؟ أكيد أكيد في التدريبات؟ طبعا البرنامج بتاعه كان عبارة عن إيه؟ يعني تدمن ابتدا نعرف إن فيه ثلاث تمارين في اليوم ثلاثة اه ده هتبقى ثلاثة دول اللي كنت طرلوك بره؟ لا بفتت الإعداد هنا في القاهرة في الإعداد هو أول ما ما جيه احنا كنا بناخد الحزاك على فاكر الشهر طبعا اه الحاجات دي قالك مفيش الكلام ده والمدرجات والتراك والحد اللي نطع نفسك التراك مفيش حاجة اسمها التراك يعني التراك ده حاجات بسيطة أو فترة الإعداد اه احنا كنا بنوحل مسلا التراك تلاتين لفة وبتاع كلام ده اكتشفنا ان الكلام ده لأ الشغل جوه الملعب جوه الملعب يعني من بداية فترة الإعداد مفيش هو اسبوع عشر تيام اه ولازم يبقى فيه كورة من بداية الإعداد يعني هو بيديلك تحمل في الأول لمدة عشر تيام وبعد كده يبخش على بقى الخيطة طيام وداخل فيها الشغل الملعب اه جوه الشغل ده اه مبقاش فيه حاجة انه لا انت شهر في التراك ده مبقاش فيه الكلام ده يعني دلوقتي الحديد بقى يومي الزمان يقولك لا متلعبش حديد فترة المبنافسات اه او لا حديد خفيف مرة ولا مرتين لا وفيه تأتبارات مخصوصها للحديد كمان دي اتغيير بقى التخصوصية دي كمان بقى دي زادة بقى اللعيب كل يوم عنده نص ساعة ولا ساعة في حديد يوميا اه الجيم حتى قبل المباريات وفي يوم المباراة بقى فيه اللعيبة بتلع الحديد دي يوم المباراة فيش مشكلة فالنظام التغذية يعني انا مسلا كنت قاعد مع الدكتور عمبيوري اه بعد بطولة افريقيا الاخيرة فهو بيشرح لي انت اللعيبة اما دخلت البطولة كان لها وزن معين بعد ثلاث يام البطولة وزنه فيه لعيبة زابط في الوزن قال لي لو تبص على الارقام دلوقتي بعد البطولة قدرنا ان احد رجعهم تاني لوزنهم بطبيعة بيتزودوا حاجة فردية لوحدة بيشتغل اه ونظام الاكل والكلام ده كله حيث ان انا حافظ على الوزن على الوزن اللعيب اللعيب الوزن الزيادة كيلو الزيادة بفلوس طب انتو في البداية لما بتقول لي احنا كنا بنتدرب ثلاث مرات في الاسبوع انت استحملتو ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات في اليوم اه في يوم ويوم مرتين يعني يوم ثلاثة ويوم مرتين بالزبط كده استقبلتوها ازاي الموضوع ده مفيش لا اشتغلنا اشتغلنا فترة الاعداد بس ولا في طول السنة لا لا فترة الاعداد بس احنا كدعيبة احنا خلاص عارفين احنا كان الفترة دي كان من معظم الوقت احنا المنتخب في المنتخبات بزاة فترة الصيف يعني كان المعسكرات بتاعتنا طويلة نطلع برا نلعب اسبوع عشر تيام نلعب مباريات ونرجع نشتغل مع النادي ونرجع نتجمع تاني وكانتتجمعات على مدار السنة يعني كل اسبوع فيه تجمع لمنتخب يوم او يومين بعد بعد بنلعب المتشاط تاني يوم بنتجمع يومين كان فيه تنصيق بين المنتخب وبين الانديا في الخاطر ديه دلوقتي اللعب يتضرب كم مرة في اليوم مرة او مرتين مرة او مرتين هل بيبقى فيه تمرين يوم المباراة نفسها في بعض الاحيان لو انت عايز تدوس على حاجة فنية بس لو معظم الشغل لا تمرين بحيس ان هو او زيان بيقولك اتفقت عدلاتك تراجع بيبقى حديد ان شاء الله لما جي كرامر الالماني احنا كان اول مرة بدي ندرب صبح وبعد الظهر وقام جابنا يوم المباراة الصبحية لبسنا الشراب والشورت والتشيرت وتمشي بدون ما تلبس شوز ولا اي حاجة تمشي على النجيلة والحان كان بقلعنا تقلع الشراب ويمشيك حافي على فبقوله طب ليه قالي ده بيعمل زي بالنسبة للعضلات وبصرف طاقة سلبية كل الرواسب اللي هي مرموة املح ويش عارفوه كلام ده كلها بتفوق فالرياضة بقت علمي دلوقتي ده اكيد يعني مثلا فيه كنا زمان يقولك بعد المطش ريح يعني بتلعب مطش ريح فيه ناس يقولك لا بعد المطش تاني يوم لازم تدريب خفيف ويبقى فيه ناس بيجاري مثلا عشر دقايق تلت ساعة ده مفروق صح احنا نتصرف اللاكتات اللي جمعت في الجسم في المباراة فهي الدنيا تغيرت طبعا كتير ومع الاسف احنا كنا بعد عن الكلام ده يعني في الفترة بتاعت التمانينات التسعينات اول التسعينات احنا كنا بعد يمكن الكورة مختلفة شوية لان الكورة كان معظمها مداربين اجاني مزبوط كل حاجة حديثة كانت بتيجي بالزبط لكن دلوقتي لو هنقول انا ممكن يعني اتوقع ان حضرتك ان احنا معدين الكورة في البرامج اللي شغالين بيها اكيد اكيد انه معظم لا اولا اهواء انا بتكلم على السنتين دول اه بفترة الاكيدة دي لا تكنولوجيا ده اه طبعا بدليل شوف كورة اليد المصرية فين من الاول والوقتي فين وعلى مستوى عالم فين لا وبتكلم عن النادي القلب خلينا نتكلم ان كنت اعمل حلقة هنا مع الدكتور كمال دابيش كان النادي القلب سابق كل الاندية في كل حاجة ودي ادارة دي حقيقة لو انا اتكلمنا عن جيلك في الفترة دي مين كان الجيل بقى اللي هو طالع معاك والسامريته بقى في النادي الاهل وحققت بطولات فريق الاول كان معايا ايمن الشاهد والله يرحمه وابراهيم عطالله دول من الجيل بتاعه نعم دول كملوا معايا شوية في الدرجة الاولى وبعد كده يعني ايمن سافر امريكا وابراهيم قعد شوية وبطل كان معايا بقى محمد الالفي عاطف عبر احنان عاطف عبر احنان خالد خالد العودي خالد عودي صغير رصة عننا خالد 72 خالد عبد الخالق وعاصم السعداني اشرف شكرا الله ارحمه محمد عبد الماط شريف بشير احمد جابر احمد جلال خالد بن نمى اللي ارحمه ابراهيم السيد اللي هو ابراهيم السيد جمال شمس اه طبعا يعني كل الناس دي انا لعبت معهم في الاول مين بقى كان الانتين بتاعك اه كان ايمان الشاهد الله الرحم ايمان الشاهد مش بيسيبه بعضه لا كنا على طول مع بعض حتى يعني نفس يعني في المعسكرات وبتاعك انه هو معايا حققت ما قالي كم بطولة ياسر هو انا مش متذكر بس كتير يعني بس يعني نقول اهمهم اه ال 86 لما اخدنا بطولة افريقيا كانت اول مرة ناخدها كنار الاهلي اه كانت في المعرب ودين يعني كانت من اطول بطولات يعني اطول مباريات مباراة عادة ثلاث ساعات ايه المباراة الصعبة اول اللي انت فاكرها ونقلت ياسر لبيب لحتة تانية خالص ايه كانت مباراة الزمالك في الملعب المحطور كنا ساعتها كنا لسا برضو طالعين من ناشئين كنت اعطاك 18-19 سنة وكنا بنلعب باللعب الزمالك في النهاية كان لفيرة الزمالك ساعتها كان مصطفى الأحمر وحسين اللبيب وساعد السمكة وكانت الجيل ده وعلاء صلاح اه كان في الأجندة اه كانوا مسيطرين اه فلعبنا المطش الأولاني تعدلنا في اخر مباراة وجال سبرين أنكل اخر ثانية في المباراة حصل التواع في المباراة اه وتعدلنا المباراة دي كان خالدة بن نمه اللي يرحمه وراح جايب جميع التعادل اه وتاني يوم الدكتور حاسن سعادة كان هو رئيس الاتحاد قالك المباراة منها هي تاني يوم تاني يوم تاني يوم عادة ولعبت وهي الرجليك تجاه ولعبت اه ربطنا وقتها كان كانت نطلعب بقى جاي وكان معنا الدكتور مجدي وقعدنا في العيادات اللي هي كانت تحت المدرجات الزمان دي اللي هي اختفت دلوقتي ما هيش موجودة وقعدنا اشتغلنا وربط وانزتش بتاعب بقى لا لا ما فيش خلاص تستطيع كنا بنلعب انا لعبت وكد في مخلوعة بكده طيب ليه احيانا ليولك إيه لاحبت مش احياناً ده في كل حاجة لاحب كورة الهد لازم يبقى بخض وطويل وجسم جامد قوي هل ده من العوامل اللي هي بممكن تنجح اللاعب في كورة الهد؟ كانت كانت ده كانت من ضمن الحاجات الأساسية في كورة الهد الطول القوة دي حاجة أساسية يعني القوة دي لازم اللي احتكاج فيها عالي عالي جداً يعني طيب ما كانش اللاعب قوي مش هيستحمل مش هستحمل التخبيط اللي بيبقى عشان بيعمل اعداد جامل بالزبط مش الجيم و تحمل و لياقة بدنية و لياقة عقلية و كل شيء كل حاجة فلو اللعيب مش قوي بدنياً زي العوامل التانية الأساسية بتاعت اللعبة مش هستحمل التخبيط بذلك يعني مش الاختيار للأجسام الكبيرة دي ممكن تساعد إنما مش أساسي إنه يبقى لعيب ناجح في بسعب تلاقي أجسام كبيرة و ضعيفة اه ما بيبقاش مؤثر لو انت قلت مثلا المصطفى الأحمر شوف جسمه مش جامد طولي تقريباً أحمد بالزبط كده إنما بسم الله ما إن شاء الله حاجة تفرح طيب أنا معايا واحد حبيبك قوي لما يعرف ان انت موجود معانا قال لي لأ ده أنا هسجل و ما سجلتنيش بش هكلمك وي وي و الكلام ده طيب ايه دي عندنا معانا كابتل خالد العوضي طبعا مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي و لما عرف قال لي ان كابتل ياسر قال لي لو ما سجلت ليش مش هتكلم معك تاني تعال نشوف خالد العوضي